من خلال الكذب بتاعه من خلال خلط الحقائق فيخلي الحق يتقل عليه باطل والباطل يتقل عليه حق يغير شكل الخطيئة يعني الكبرية يتقل عليه كرامة يخلي النميمة مشاركة وإحنا كل اللي بنعمله إن احنا بالنم ونعمل خطيئة ويخلي الكذب حكمة أنا بس علشان يعني دي منتهى الحكمة لا هو مش حكمة أنت قلت غير الحقيقة أو قلت نصف الحقيقة فهي كذب يخلي الطمع طموح فيغير شكل الخطيئة أول خطوة بيعملها إبليس هو الانفصال الغش والتضليل فالغش والتضليل أنه يغير شكل الخطيئة ويكذب ويعمي يقول الذين فيهم إله هذا الظهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضاء لهم نارة إنجلمة فأول حاجة الغش والتضليل وبعد كده هو يروح يعمل انفصام انفصال وتقسيم بمعنى الكتاب يقول أنه إثنين خيروا من واحد لأن لهم أجرى لتعابهما صالحة لأنه إن سقط واحد يقيمه رفيقه والخيص المثلوث لا ينقطع سريح إبليس يهمه قوي يقسم علشان يقدر يكسب فنلاقي أسم الملائكة ملائكة بيتبعوا الله وملائكة تبعوا أسم الأسرة الأولى خلقيين ضد ضد هبيل أسم حتى الكنيسة يجي في سفر الأعمال أصحاح خمسة يجي بوترس يتكلم مع حنانيا عندما أخطأ حنانيا يقول له لماذا ملأ الشيطان قلبك لتجذب على الروح القدس الشيطان ملأ قلب حنانيا علشان كده فصلوا عن الكنيسة والغاية النهاردة إبليس بيفصل الناس عن الكنيسة فأول حاجة بيعملها الغش والخداع والتضليل يخليني أفهم أمور غلط وأشوف أمور غلط حاجة تانية يبعدني عن مكان القوة فيقسم ويفصل الحاجة التالتة يدمر ذاك كان قتالا للناس منذ البدء الكتاب المقدس بيعلن أنه إبليس هو المدمر بيدمر إزاي؟ هقول على أمرين صغيرين أول أمر الإحساس بالفشل زي ما تكلمت عن يهوذة خلا حس بالفشل الزريع فكانت النتيجة أنه راح خنق نفسه فدمروا دمروا للأبد لكن في المقابل الكتاب المقدس يقول أنه الله لما يعطينا روح الفشل في تمثال ستانية واحد سبعة لأن الله لما يعطينا روح الفشل روح الفشل ده من إبليس ولكن روح القوة والمحبة والنصح الحاجة التانية اللي بيعملها إبليس في التدمير من خلال الكتب يقول لك الناس مش هتقبالك وربنا مش هتقبالك أنت مش مقبول مالكش طريق آخر تقدر تخرج منه من الورطة اللي أنت فيها والمنظر اللي أحسن لك وروح موت نفسك